بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وهذه الحلقة الجليلة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه أيضا من البشارات أو من الآيات القرآنية التي تحمل بشارة من الله سبحانه وتعالى للمتقين في هذه الحياة بأنهم أولا لهم جنات ونهر يعني أنهار والأمر الآخر هذه الجنات والأنهار ليست جنات وأنهار عادية لا مكانها ومقامها في مقعد صدق عند مليك مقتدر عند الله سبحانه وتعالى في رضوان الله في القرب من رحمة الله طبعا الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم ولكن هذه إشارة على مدى القرب من الله سبحانه وتعالى القرب المعنوي الروحي عند الله سبحانه وتعالى حيث عبر عنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر طبعا هناك روايات عديدة وردت عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى هذا المعنى وإلى هذا المضمون وتبين كيف أن الإنسان يستطيع أن يتحصل على هذه النعمة الإلهية يتحصل على جنات وأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر كيف يمكن لنا أن نتحصل على هذه النعمة وعلى هذه البشارة الإلهية هناك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال استحي من الله تعالى استحيائك من صالح جيرانك هذه مسألة رسول الله صلى الله عليه وآله يشير وينبه الأذهان إليها ويلفت الأنظار إليها إذا كنت أنت تسكن في دار معينة وكان لديك جيران أناس مؤمنين متقين قد يكون مثلا أحد جيرانك مرجع تقليد مثلا أحد جيرانك مثلا رادود حسيني خطيب حسيني أو لا إنسان مؤمن صالح متقي كيف يكون تعاملك أمام هذا الجار حتى ولو على فرض أنك لم تكن إنسانا متقيا والعياذ بالله حتى ولو كنت إنسانا غير ملتزم بالأحكام الدينية ولكن عندما تشاهد هذا الجار وتعلم بأن هذا الجار مثلا يشاهدك يطلع على أحوالك تستحي منه فالكثير من الأفعال الكثير من التصرفات لا تقوم بها لماذا؟ ليس لأنك تستحي من الله والعياذ بالله طبعا الكلام موجه للإنسان البعيد ليس للمؤمنين الكرام ولكن حتى أبين مفادة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أنت لم تقم بهذا لأنك تستحي من الله لا امتنعت عن قيام بالمعاصي أو الذنوب أو الأمور غير اللائقة استحياء من هذا الجار الصالح هذا الجار المتقي هذا الجار الذي يشاهد ويطلع على أفعالك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيها الإنسان استحي من الله تعالى استحياءك من صالحي جيرانك كما أنت تستحي من هذا الجار الذي هو إنسان حاله من حالك فاستحي من الله سبحانه وتعالى على الأقل كحد أدنى كما تستحي من هذا الإنسان الصالح هذا الجار الصالح لك فإن فيه زيادة اليقين وقد أجمع الله ما يتواصى به المتواصون من الأولين والآخرين في خصطة واحدة وهي التقوى جميع نستطيع أن نقول الوصايا التي صدرت من الأنبياء والمرسلين والأمة والأولياء كلهم إذا جمعتموها تجدون بأن النقطة المشتركة هي التقوى كلهم أشاروا وركزوا على التقوى كلهم حثوا الناس على التقوى قال الله عز وجل وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ماذا؟ أن اتقوا الله وفيه جماع كل عبادة صالحة هذا التقوى إذا أردت أن تجمع كل العبادات أسها وأساسها ومحورها هو التقوى وبه وصل من وصل إلى الدرجات العلا والرتبة القصوى الذي يصل إلى الدرجات العالية في الجنة في الآخرة بالتقوى يصل إليها وبه عاش من عاش بالحياة الطيبة والأنس الدائم في هذه الحياة وأيضا في الآخرة قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر كذلك في مصداق آخر أو في مصداق لبيان هذه الآية المباركة كيف تحصل على هذا المقام كيف يمكن أن أصبح متقيا يأتي هنا أهل البيت عليه وسلم ويعطونا مصادق لهذه المفردة ولهذا المعنى الرواية الأولى وردت عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إن من أحبك وتولاك ليس فقط الحب الحب والتولي له أسكنه الله الجنة معنا ثم قال وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختلر هذا هو الأمر الأول الذي يمكن للمؤمن أن يتحصل عليه إذا أردت أن تتحصل على هذا المقام كن محبا لعلي عليه السلام وكن متوليا له تنال هذه المرتبة وهذه البشرى الإلهية في رواية أخرى إن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد فذكر بعض أصحابه الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله إن أول أهل الجنة دخولا إليها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أبو دجان الأنصار يا رسول الله أليس أخبرتنا أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت يا رسول الله على اعتبار أنت أفضل الأنبياء فلا يمكن أن يدخل أحد قبلك يا رسول الله إلى الجنة باعتبار أنت أفضلهم فلا يمكن للشخص الذي هو أقل مرتبة أن يدخل إلى الجنة والشخص الأعلى مرتبة لم يدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك أيضا على جميع الأقوام أقوام الأنبياء محرمة الجنة حتى يدخلها أمة رسول الله أمة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله بلى يا أبا دجانة أما علمت يعطي ويبين التفسير لماذا علي بن أبي طالب عليه السلام أول شخص يدخل إلى الجنة قال له يا أبا دجانة أما علمت أن الله أن لله عز وجل لواء من نور وعمودا من نور خلقهم الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفين عام مكتوب على ذلك اللواء لا إله إلا الله محمد رسول الله خير البرية آل محمد صاحب اللواء علي وهو إمام القوم فإذن عندما يدخل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الجنة على اعتبار أنه حامل لللواء ودائما الشخص الذي يحمل اللواء يقدم القوم هو إمام القوم القوم يأتمون به فلذلك هو يدخل حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وآله على اعتبار أنه حامل لهذا اللواء هو كان حاملا لللواء رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا وهو أيضا حامل لللوائه في الآخرة ثم قال له أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن سمع منه هذا الكلام فقال علي عليه السلام الحمد لله الذي هدانا بك يا رسول الله وشرفنا أنا هذه المرتبة نلتها لأنني انتميت إليك يا رسول الله لأنني كنت وصيك كنت خليفتك ولذلك تحصلت على هذه المرتبة تحصلت على هذا الشرف فقال النبي صلى الله عليه وآله أبشر يا علي ما من عبد ينتحل مودتك إلا بعثه الله معنا يوم القيامة هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء في رواية أخرى يا علي أما علمت أنه من أحبنا وانتحل محبتنا أسكنه الله تعالى أو أسكنه الله معنا وتلا هذه الآية المباركة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هناك أيضا مصداق آخر بيّنه سيد الشهداء عليه السلام في يوم عاشوراء بعد أن قام الأعداء واللعناء بما قاموا به من قتال سيد الشهداء عليه السلام قبل مقتله سلام الله عليه الإمام الحسين سلام الله عليه قال هذه العبارة وأشار إلى هذه الحقيقة قال لهم بل أرد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأشرب من ماء غير آس أيضا سيد الشهداء عليه السلام أشار إلى الأعداء أشار إلى اللعناء في يوم عاشوراء بأنه أنا سوف أذهب إلى هذا المكان في مكان الذي يسكن فيه جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في مقعد في أسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر لذلك ورد في الروايات المباركة بأنه هناك رواية وردت عن محمد بن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لأبي لأب هذا الراوي يقول له من زار الحسين بن علي عليهم السلام عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر طبعا كما أن الحسين سلام الله عليه أشار بأن مقعده مقعده ومكانه سيكون في هذا المكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر كذلك زائر الحسين سلام الله عليه يكون عنده في هذا المكان يكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر طبعا من محدثي الله يعني من الذين يناجون الله سبحانه وتعالى إشارة على القرب إشارة على القرب الروحي على الاتصال المعنوي بين الإنسان المؤمن في الجنة وبين الله سبحانه وتعالى فعبر عنه الإمام الرضا عليه السلام كان من محدثي الله فوق عرشه وإلا رب العالمين ليس بالجسد حتى يحدد بمكان أو أنه يحدد بزمان معين أو بحيز معين لا هذه إشارة على مدى القرب ومدى الرحمة والخير على الإنسان المؤمن الذي يزور سيد الشهداء عليه السلام جعلنا الله وإياكم من متبعي تعاليم أهل البيت عليهم السلام في هذه الدنيا ومن الزائرين للحسين عليه السلام فيها ومن الذين يحشرون معه إن شاء الله تعالى في الجنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة